اهلا بكم مرة اخرى مشاهدين ومتابعين على انفجرات ويسعدنا ان ينضم الينا مرة اخرى الاعلامي ثائر الناشف في الاستوديو للحديث اكثر عن المسألتين المتعلقتين بحياذ اوكرانيا على غرار النمسا والسويد ومشاركة مرتزقة من النمسا في الصراع الاوكراني مساء الخير استاذ ثائر استاذ ثائر يعني عبارات عريضة ورفض الحياذ على نموذج النمسا او السويد ونمسويون يشاركون في هذا الصراع الدائم يعني خلينا استاذ ثائر نبدأ بموضوع حياذ النمسا لماذا اليوم التقارير والمشاهد للاحداث او المشاهد للاحداث يشعر كما لو ان الحياذ هو اهانة او تهمة او بما اصاح يعني او تعبير اخر ريشتون من عمل الشيطان وخاصة ان الكريم يريد اوكرانيا محايدة على غرار النمسا واوكرانيا فورا ترفض هذا الاقتراح يعني هو الحياذ حقيقة يعبر عن رغبة الشعب والدولة في ان لا يزج نفسه اكثر في اي حروب قادمة النمسا عانت من هذه المسألة طويلا منذ ان خاضت حروب في عهد القيصر النمساوي وكذلك ايضا عائلته عائلة الهبسبورغ وتكبدت النمسا خسائر يعني هي حقيقة درست المسألة من كل الجوانب بامثال على ذلك النمسا ووجدت ان الحياذ هو افضل حالة يمكن ان يعيشها الشعب النمساوي مقارنة بالدخول في صراعات دولية خاصة ان النمسا تقع في قلب اوروبا وبالتالي اي حرب او اي صراع ينعكس سلبا بشكل مباشر على النمساويين وكانت لهم تجربة في الحرب العالمية الاولى منيت بخسائر فادحة تمثلت بسقوط الامبراطورية النمساوية وكانت لهم تجربة امر في الحرب العالمية الثانية عندما ساروا وراء هتلر ثم يعني قادهم الى الجحيم لذلك كله النمسا اتخذت لنفسها هذا الخط اي خط الحياذ الايجابي لان هناك ايضا الحياذ السلبي ربما تلام النمسا على ذلك انها يعني اتخذت هذا الخط من قبل بعض الدول الاوروبية التي ترى انه لابد من زج اي بلد في اي صراع مستقبل كالحرب الدائرة الان في اوكرانيا رغم ان النمسا يعني تندد بهذه الحرب وتعلن موقفها السياسي وكذلك ايضا الانساني الى جانب الشعب الاوكراني وكذلك ايضا الى جانب الحكومة الاوكرانية كجزء من القانون الدولي وبالتالي تلام النمسا على هذا الموقف وهذا ما رأيناه في تصريحات المسؤولين الروس الذين يعني لاموا النمسا على موقفهم وخاصة تصريحات المستشار النمساوي ولذلك كله النمسا يعني تدافع اليوم بقوة عن حيادها وترى انه هو الصيغة المثلة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها النمسا دولة وشعبا على مدار اكثر من سبعين عاما من خلال الامن الاستقرار الازدهار الاقتصادي طب نعم استاذ ثائر يعني كما قلت الآن حياد النمسا ما هو معنى حياد النمسا يعني حدث تخبط في الايام الاخيرة بان النمسا دولة محايدة ما معنى الحياد بالنسبة للنمسا الحياد بالنسبة للنمسا انها لا تريد ان تزج بنفسها في اي حروب او اي صراعات او اي تدخلات اقليمية في دول الجوار على سبيل المثال ما جرى في حرب البلقان الحرب الاهدية التي كانت على حدود النمسا بين صربيا وجوارها البوسني والكرواتي والسلوبيني يعني هذه الدول لا تبعد كثيرا عن فيينا ربما احدى عواصم هذه الدول الاقرب الى فيينا من مثلا المقاطعة التي توجد في اقصى غرب النمسا على حدود سويزرا مقاطعة فولاربيرك على سبيل المثال وهذا ما اعلنت عنه النمسا منذ بداية الحرب الروسية على اوكرانيا ان الحدود الاوكرانية اقرب لفينا من اي مقاطعة اخرى تقع في اقصى غرب البلاد لذلك كله النمسا اكتسبت خبرة طويلة من الحروب ومن الصراعات التي تقع على جوارها ولذلك هي تريد ان تحافظ على هذا الحياد لانني كما قلت ان الحياد يجنب النمسا اي يعني تداعيات سياسية واقتصادية وعسكرية ثم ان الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية حقيقة دول الحلفاء الولايات التحدة الامريكية كذلك ايضا الاتحاد السوفيتي السابق وبريطانيا ومعهما فرنسا يعني حقيقة فرضت معاهدة على الدول المنهزمة وهنا اعني ايطاليا والمانيا النازية وكذلك ايضا اليابان فرضت عليها معاهدة وهذه المعاهدة يعني اشترطت ان تكون النمسا دولة حياد وقبلت النمسا بذلك واعلنت استقلالها بشكل رسمي دون ان تنحاز الى المعسكر الشرقي الممثل بالاتحاد السوفيتي ولا حتى الى المعسكر الغربي ممثلا بالولايات التحدة الامريكية رغم ان السياسة الداخلية النمساوية فيما يتعلق بالاقتصاد وحتى السياسة الخارجية النمساوية نجد انها اقرب الى السياسة البراغماتية بمعنى انها اقرب الى السياسة الغربية منها الى السياسة الشرقية التي كانت سائلة في الاتحاد السوفيتي نجد ان اقتصاد النمسا اقتصاد رأسمالي وهذا اقرب الى الدول التي هي يعني عضو اساسي في حلف الناتو مثلا أو هي يعني نجد النمسا توازن يعني النمسا تمسك العصى من المنتصف فهي لا يعني كما يقال لا شرقية ولا غربية بما معنى يعني النمسا لا تريد أن تزج نفسها في حروب الغرب ولا حتى في حروب الشرق تريد أن تحافظ على هذه الصيقة النمسا كانت دولة عظمى يعني لا يخفى على أحد كانت أمبراطورية سميت أمبراطورية الشرق بمعنى أنها يعني معنى أن يعني أوستريا أو معنى أوستريش معناها أمبراطورية الشرق أو أمبراطورية الثراء والمعنى الآخر هي الأمبراطورية الرومانية المقدسة بمعنى أنها حتى اكتسبت أو اكتسبت صيغة ذات طابع قداسي يعني عندما أعلن آل هابسبورغ أنهم الوريث الشرعي للأمبراطور الروماني في روما بعد أن انهارت روما أو بعد أن أفلت شمس القوة عن روما فيعني بالتالي النمسا ورثت كلها هذا وثم وجدت أن يعني الدول كما الإنسان يعني يعيش فترة من الزمن ثم تأتي مرحلة وتنهار كما فصل ابن خلدون في مقدمته لذلك هذا ما يعني يجعل النمسا دائما تحافظ على هذا الحياد وتعتز به حقيقة لأنه هو الحل أنجع لبلد مثل النمسا مساحة وسكانا يعني وكل شيء كيف أستاذ سائر هل ربما في مرحلة من المراحل برأيك خاصة في حال سقوط أوكرانيا أن نرى روسيا في دول أخرى ربما على حدود النمسا؟ هذا السيناريو حقيقة يطرح من حين لآخر خاصة من قبل بعض الباحثين والمحللين سياسيين وبعض أصحاب التوقعات أو لنقل التنبؤات السياسية أن بوتين لن يكتفي بأوكرانيا أنه سيتوسع إلى ما بعد أوكرانيا إلى دول أخرى ليست في حلف الناتو يتخذها حجة وذريعة أنه في هذه الدول توجد مصالح روسيا تتمثل بالثقافة الروسية تتمثل بوجود قوميات تتبع لروسيا من الشعوب الإسلافية مثلا في ملدوفيا على سبيل المثال أو حتى ما بعد ملدوفيا بمعنى صربيا التي يعني تعلن موقفها صراحة اليوم إلى جانب روسيا وقد أعلنت ذلك في الحرب العالمية الأولى أنت تعلمين ذلك عندما اقتلوا ولي عهد النمسا يعني في وضح النهار لذلك كله هذه التوقع يعني هذه التنبؤات لا يمكن الجزم بصحتها أن روسيا قادرة فعلا على الذهاب إلى ما بعد أوكرانيا اليوم روسيا يعني حقيقة تعاني من أزمة لا أريد أن أقول من ورطة لكن تعاني من أزمة يعني شديدة على الاقتصاد الروسي بسبب تدخلها في أوكرانيا بسبب تداعيات هذه الحرب على الحكومة الروسية وعلى المواطن الروسي فالحرب تحتاج إلى يعني تمويل كبير تحتاج إلى قدرات وموارد بشرية وكذلك أيضا موارد اقتصادية هائلة لا أعتقد أن روسيا قادرة على تلبيت ذلك وبالتالي لا تستطيع أن تستمر في الحرب إلى ما بعد أوكرانيا ربما تكتفي في أوكرانيا وهذا هو ضمن المخطط الذي وضع يعني الذي اتضحت الصورة الكاملة له حتى الآن يعني في مدرسة ويعني كمان استكمالا لما تفضلت وتحدثت أن روسيا ليست لوحدها الآن يوجد لربما الدول مولية لها مثل قوريا وباكستان وشيشان يعني هذه الدول ربما تكون يعني داعما لروسيا هذه الدول حليفة يعول عليها حقيقة لأنه إذا ما نظرنا إلى الشيشان نجد أن الحكومة الشيشانية يعني مرتبطة بشكل أو بآخر بالكريملين شخص رمضان قابل ديروف يعني حتى هو لا يملك الشعبية الكبيرة وسط الشعب الشيشاني يعني هناك الألاف من الشيشاني ولا رود أن أقول يعني أكثر من ذلك لا يؤيدون رمضان قاديروف في موقفه المنحاز للكريملين هذا بالنسبة للشيشان بالنسبة لكوريا الشمالية يعني دولة تساوم وتبتز الدول المجاورة خاصة كوريا الجنوبية أنت رأيتي كذلك أيضا تساوم وتبتز اليابان حليف مثل كوريا الشمالية يمارس سياسة الابتزاز ضد دول الجوار يعني لا يعول عليه حقيقة لا يمكن أن تعتد دولك روسيا بهكذا حلفاء لذلك كله يعني أرى أن حلفاء روسيا اليوم أشبه بحلفاء هتلر في الأمس يعني ربما باستثناء إيطاليا التي كانت دولة يعني متمكنة وقادرة في ذلك الوقت من تاريخ الحرب العالمية الثانية اليوم حلفاء روسيا يعني أشبه بالأصنام الذين صنعتهم موسكو ثم وضعتهم على جماجم أو على رؤوس شعوبهم يعني كاليكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا الذي صار له في السلطة منذ أكثر من ثلاثين عاما يعني أي حليف نتحدث عن أي حليف نتحدث كدولة مثل بيلاروسيا شعبها بين الحين والآخر يخرج في مظاهرات لعزل هذا الرئيس ولتغيير الحكومة أملا بتحسين الحياة الاقتصادية بتحسين المداخيل على غرار الدول المحيطة بيلاروسيا كدول البلطيق دول فقيرة صغيرة لكن رفاهية المواطن فيها أفضل بكثير من رفاهية المواطن في مينسك في بيلاروسيا أو حتى ربما دول أخرى مؤيدة لروسيا على سبيل مثال مثل صربيا يعني حتى الشعب الصربي اليوم تجدينه في الدول الغربي أكثر ما هو يعمل في بلده ربما بسبب الأزمات الاقتصادية بسبب ضعف النمول الاقتصادي في صربيا يعني هذه الدول حليفة روسيا لا أريد أن أقول أيضا سوريا البلد المنكوب يعني ربما فقط الموقف الذي يتخذه النظام الأسد من حليفه أو من بوتين شخصيا لذلك يعني روسيا أجد الصين هنا إذا ما سألتين عن الصين الصين حقيقة لا أريد أن أؤكد يعني لا أستطيع أن أؤكد أنها حليف لموسكو لأن الصين حجم تبادلاتها التجارية مع الغرب ضعف حجم تبادلاتها مع موسكو بعشرة أضعاف مع الغرب اللا أمريكي يعني الغرب الأوروبي أنا عنه فما بالك بالغرب الأمريكي يعني بالولايات تحت الأمريكية تريليونات الدولارات حجم التبادلات الصينية الأمريكية وبالمناسبة التبادلات بين الصين التبادلات التجارية بين الصين والغرب الأوروبي والأمريكي كلها تتم بالعملة الدولار وبالتالي الغرب يفرض تحكم مباشر على هذه التبادلات حتى أن الصين أصبحت مرهونة ومرتبطة ارتباط مباشر بالاقتصاد الغربي حتى تستطيع الصين أن تنافس وحتى تجد لنفسها موطأ قدم روسيا اليوم إذا ما اختارت الصين ستختار مصلحتها والصين دائما هي دولة موصفة أنها دولة مصالح أكثر من كونها دولة تسعى إلى أن تكتسب مصالحها عن طريق الحروب مما هو عليها عن طريق التجارة وعن طريق الموارد الأخرى يعني كالصناعة وإلى ما هناك لذلك أعتقد أن روسيا لا تملك الكثير من الأوراق فيما يخص الحلفاء لكن هي ربما تراهن على الوقت وأيضا تراهن على ممارسة المزيد من الضغوط على الدول الأوروبية وخاصة دول فاعلة كألمانيا وفرنسا وكذلك أيضا بريطانيا نعم يعني الآن سوف ننتقل إلى محور آخر أستاذ سائر سمعت الخبر الذي يقول على لسان جندي ألماني سابق مشاركة نمساويين في الصراع الأوكراني كمرتزقة وهذا ما أثار استياء في النمسا حيث وجه النائب البرلماني كريستيان هافن إيكا من حزب الحرية سؤالا إلى وزير الخارجية أليكساندر شالنبرغ يطالبه بأعداد النمساويين المشاركين في هذا الصراع منوها بأن هذا يهدد حياد النمسا في حال صحته ما تعليقك على هذا الأمر؟ يعني لا أستطيع حقيقة أن أؤكد أو أن في مدى صحت هذا الخبر الذي ورد من هذه الصحيفة الألمانية نقلا عن ذاك الشخص يعني أن هناك مرتزقة نمساوية لكن إذا نظرنا إلى الموضوع بعين الواقع يعني نجد أن النمسا طبعا هذا راديو نمساوي تماما تماما وهناك أيضا مورجن جورنال أعتقد هذا الموقع ربما يعني على كل حال النمسا يعني ليست بلد فقير في المقام الأول نعم المرتزقة دائما تصدرهم الدول الفقيرة الدول العاجزة الدول المارقة الدول الفاشلة أضرب أمثلة على ذلك الدول الموجودة في أفريقيا يعني في القرى الأفريقية تعليمين دول خاضة حروب وصراعات أهلية هناك مقاتلين اكتسبوا خبرة حرق وهؤلاء يعني أصبحوا حين الطلب يعني عندما تحتاجهم أي ميليشيا أو أي دولة ربما تجدينهم أول من يقدم طلب المشاركة في الحرب هذا من ناحية من ناحية أخرى يعني عفوا يعني لماذا تستبد هذا الشيء استبد هذا الشيء لأن يعني يعني اليوم أبسط مواطن يعيش في النمسا يحصل على أدنى حقوقه يعني ويعيش ليس كما هو الحال في بلدان يعني يعيش فيها المواطن دون خط الفقر يعني لذلك يعني أجد أن الموضوع ربما أثير بشكل سياسي غايته التصيد ربما في الماء العكر بين الأحزاب النمساوية أعتقد أن الأحزاب النمساوية اليوم تتصيد لنفسها الأخطاء وربما كانت هناك إذا كان هناك مشاركة فهؤلاء ربما قد لا يكونوا النمساوي يعني كما حصل في سوريا أنت تعلمين عندما تأسس تنظيم داعش في عام 2013 عام 2012 وجدنا أن هناك مخاتلين أجانب هناك أعتراف من السفارة النمساوية بهذا الشيء أنا أقول لك أيضا يعني تماما عندما تأسس تنظيم داعش في سوريا وفي العراق وجدنا هناك مقاتلين بريطانيين هذا أمر طبيعي يعني ليسوا من المتجنسين بالجنسية البريطانية وهناك منهم مقاتلين روس ومقاتلين حتى كان هناك مقاتلين نمساويين ومقاتلين ألمان ألمان بمعنى أنهم ألمان الأب والأم وليسوا مثلا توانس أو سوريين أو مصريين تجنسوا في النمسا أو تجنسوا في ألمان وحملوا جواز سفرها إنما هم مواطنين أصليين وهذا يحصل يعني هذا يحصل أن الدولة أي دولة كانت لا تستطيع أن تسيطر على كل مواطنها على رغبات المواطنين على طموحات هذا الإنسان أو ذلك ربما هناك بعض الناس يذهبون ربما ليقاتلوا تحت منطلقات عقائدية ربما يقاتلوا تحت منطلقات تخصهم لأنفسهم لديهم شهوة الحرب لديهم الرغبة في القتال يعني هذا بنهاية المطاف إنسان ولديه ميول يعني لا يستطيع أحد أن يتحكم بهذه الميول ربما يستطيع ضبطها من خلال القانون من خلال التوجيه النفسي والمعنوي ولكن في نهاية المطاف ربما يعني نجد ذلك وهذا ما حقيقة ما فضحته الحرب في البلقان يعني عندما نشبت الحرب وجدنا مقاتلين من كل الجنسيات يشاركون في هذه الحرب حرب البوسنة صربيا أو حرب صربيا وكوسوفا إلى ما هناك من هذه الصراعات يعني وأبرز مثال اليوم على ذلك سوريا انظري إلى سوريا كم هو عدد الجنسيات اليوم موجودة أكثر من 120 جنسية أنا أقول لك في سوريا مقاتلين مختلف الجنسيات لم يعد السوريون أنفسهم يتقاتلون أصبحت هناك جنسيات تقاتل وطبيعي أوكرانيا اليوم سيكون هناك جنسيات تتقاتل على أرض أوكرانيا رغم أنه الصراع هو الصراع يخص أوكرانيا وروسيا وهذا لكن كما قلت لك ربما أن الأحزاب النمساوية وأنت تعلمين حجم المنافسة السياسية ربما هذه الأحزاب تريد أن تقتنص الفرص لتمارس النقد ولتمارس حقها في التعبير عن الرأي كما هو حال الحزب الحرية اليوم هو حزب بعيد عن السلطة بعيد عن البرد بعيد عن كل شيء وحتى أصبح مهمش إعلاميا يريد اليوم أن يرفع صوته فيما يخص بهذه المسألة وربما نجد غدا أيضا حزب الاس بي او أيضا يوجه النقد اللاذع للحكومة النمساوية أنها لم تمارس يعني أكبر قدر من المراقبة لم تمارس أيضا نوع من يعني التوجيه للنمساويين فيما يخص هذه الحرب من الناحية الإعلامية أو حتى من الناحية السياسية يعني سنجد أن الأحزاب ربما نجد أن الأحزاب النمساوية في الفترة القادمة ستعلي نبرتها بشكل أعلى فيما يخص مثل هكذا تقارير تتسرب بين يوم وآخر من أوكرانيا سنجد هناك الكثير أعتقد في أوكرانيا نعم أستاذ سائر في حرب البوسنة والهرسك في تسعينات العام أو القرن الماضي كانت النمساوية تشجع بعض الإسلامويين للمشاركة في القتال مع البوسنيين وفيما بعد أصبحوا في معايير الدولة إرهابيين ومتشددين واليوم كما قال النائب نفسه أنه يتم إغراء الشباب بسهولة من خلال المقاطع المؤثرة والتمثيليات المجيدة ليتم تجنيدهم هل ستتعامل النمسا معهم في مرحلة من المراحل كمجرمين وتسحب منهم الجنسية كما قال النائب البرلماني كريستيان حافن إيكا نفسه حيث أنه أي أحد يقوم بالمشاركة في مثل هذه الحروب أو المشاركة خارج حدود النمسا حسب القانون النمساوي تسحب جنسيته بالطبع سيكون هناك ملاحقة قانونية وستكون هناك أيضا محاسبة لهؤلاء الأشخاص الذين يعني الذين يزجون أنفسهم بهذه الصراعات الدولية يعني دون أن يكون هناك للنمسا أي موقف معلن وخاصة أنها دولة حياد وبالتالي كل إنسان يتحمل مسؤولية نفسه أمام القانون سواء في النمسا أو حتى في الدول الأخرى يعني إذا تم القاء القبض على هذا الشخص إذا كان منخرط في عمل مسلح أو أي عمل عسكري سيمثل أمام القانون في الدولة التي تلقي القبض عليه يعني على سبيل المثال هناك يعني مقاتلين تم القبض عليهم في تركيا بعضهم يمثل أمام القانون مثلا يعني على سبيل المثال فيما يخص تنظيم داعش أو كذلك أيضا فيما يخص بعض المقاتلين الذين كانوا يقاتلون في العراق عندما تم حل تنظيم القاعدة في العراق وجدنا أن الكثير منهم من جنسيات أوروبية يمثلون اليوم أمام القضاء العراقي لأن بلدانهم حقيقة بلدانهم الأوروبية لم تطالب بهم وتبرأت منهم وهذا ما يحصل اليوم في سجن الحسكة أو ما حصل قبل مدة في سجن حسكة في سوريا الذي تسيطر عليه الإدارة الذاتية ممثلة بالكرد والعرب يعني بعد أن طردوا تنظيم داعش من محافظة الرقة والمناطق الشرقية هناك ربما ألاف المقاتلي من تنظيم داعش يحملون الجنسيات الأوروبية وحتى الآن دولهم لا تطالب بهم لتحاكمهم على أراضيها لذلك كله وجدنا أن الإدارة الذاتية مثلا في مناطق شمال شرق سوريا حتى هذه اللحظة تحتجزهم وتحاكمهم بموجب القوانين المحلية لديها لذلك يعني بأن الطبيعي أن دولة كالنمسا ستحاسب أي شخص ينخرط في أي عمل عسكري يعني لا يمثل جزء من مصالح النمسا وبنفس الوقت يضر بالأمن والسلم وكذلك أيضا يسيء إلى حياد النمسا الذي تحافظ عليه ويعني بما يخص الفترة السابقة يعني فترة حرب البلقان وكذلك أيضا فترة حرب السوفيت في أفغانستان يعني نجد أن الدول الغربية مثل الولايات المحادية الأمريكية حقيقة يعني شجعت المقاتلين الإسلاميين لا هذا شيء لا ينكر هناك أيضا يعني في صحيفة الأهرام المصرية أنور السادات نفسه يعني كان يرسل لهم يعني مباركات من شيخ الأزهر وأنا قرأت هذا شيء على أحدى منشيتات جريد الأهرام أن السادات يعني يرسل بتحياته للمقاتلين وللأبطال وإلى ما هناك أن السادات كان جزء حقيقي يعني مصر بموقفة كان جزء من الولايات تحدى الأمريكية في السياسة الخارجية المتمثلة بالتصدي للمعسكر الشرقي وممثلا بالسوفيت في ذلك الوقت فيعني اليوم مصر تحارب الإرهاب بقوسين تحارب الإسلاميين وجماعات الإسلام السياسي في هذا الوقت قبل ثلاثين سنة نجد أن الموقف المصري كان أقرب لدعم المقاتلين الإسلاميين في أفغانستان في فترة الرئيس أدور السادات رغم أن أدور السادات تم اغتيالهم من قبل الإسلاميين أنفسهم بعدما ذهب إلى القدس ووقع اتفاقية السلام في كام ديفيد يعني هذه هي السياسة حقيقة يعني لا أحد ينجو منها لا تعترف بأصدقاء وبنفس الوقت لا تعترف حتى بحلفاء فيعني لكن أنا كما قلت لك دكتورة النمسا لا مصلحة لها أبدا اليوم في إعلان أي موقف سياسي يؤيد هذه الدولة أو تلك فيما يخص الصراعات السياسية النمسا ليس لها أي مصلحة وطنية أو أي مصلحة قومية تخص النمسا فيما يتعلق بدعم أي تنظيمات مسلحة مطلقا النمسا حتى أنها تتحفظ على بيع الأسلحة إذا كانت هناك يعني مبيعات للأسلحة النمسا تتحفظ على تصدير الأسلحة إذا كانت النمسا تصنع بعض أنواع الأسلحة تتحفظ وربما إذا كانت النمسا تبيع يعني وتصدر بعض أنواع الأسلحة فهي أسلحة لحماية الأمن الوطني أي بمعنى الأسلحة التي تستخدمها الأجهزة الأمنية أجهزة الشرطة وليست أسلحة من اختصاص الجيوش لأن النمسا ضمن حيادها خرجت من كل أشكال الدعم العسكري أو سوق السلاح التي يمكن أن تكون مصدر أذى للشعوب فيما يخص أي صراعات قادمة أو أي صراعات قائمة حتى الآن في بعض البلدان يعني يا أستاذ سائر انطلاقا من معايير ما حدث في سوريا هل برأيك تتعامل أوروبا على ما حدث بنفس الطريقة؟ لا بكل تأكيد لا تتعامل بين كل ما حدث بنفس الطريقة لأسباب عديدة أنا وجدت الموقف الذي يعبر عنه السوريون فيما يخص معاملة اللاجئين الأوكرانيين يعني علينا أن نفهم نحن كمواطنين من الشرق الأوسط وسكان هذا الشرق يعني بكله أن أوروبا حتى اليوم تتبع سياسة جوار مع أشقائها يعني بعض البلدان الأوروبية كالنمسا ألمانيا تتبع سياسة جوار مع هذه البلدان الأوروبية وبالتالي يعني النمسا وغيرها من البلدان واجب أخلاقي كما هي ترى أن دعم اللاجئين الأوكرانيين يجب أن لا تقصر تجاهه وهي بذات الوقت تعاملت مع اللاجئين السوريين كما أرى وفق القانون الدولي ووفق اللوائح المعمول بها في الأمم المتحدة يعني هناك اتفاقيات للاجئين قرتها معاهدة ديبلين في عام 1951-1952 وهذه المعاهدة قائمة حتى اليوم النمسا اليوم ما الذي تغير في موقفها؟ لم يتغير موقف النمسا بالمناسبة تجاه اللاجئين لكن ربما طريقة التعامل المنظمات النمساوي أنا ما أريد أقول المنظمات غير الحكومية رأيناها ربما تتهافت وربما تهرع أكثر في احتضان الأوكرانيين يعني هذا الموضوع ليس له بعد قومي وليس له بعد ديني بالمناسبة ربما فيه بعد إنساني أكثر يعني أريد أن أقول بصورة واضحة ودقة عندما بدأت الحرف السوري عام 2012 ما عاش يعني 2011 كانت احتجاجها 2011 أنا كنت في القاهرة كان المصريون يهبون بالآلاف إلى مطار القاهرة لاستقبال السوريين يعني السوري أقرب للمصري من التركي على سبيل المثال رغم أن سوريا وتركيا يعني بينهم جوار جغرافي يعني كما يقال على مرمع حجر مصر ربما ليست مجاورة سوريا لكن الثقافة الهوية الطباع المشتركة جعلت المصريين يعني يهبون أكثر ويحتضنون السوريين ومنظمات مصرية بالمئات أريد أن أقول لك يعني أنا شاهد عيان على ما حدث في مصر تجاه السوريين وربما مصر دولة لا تملك قدرات النمسا وألمانيا يعني مثلا مصر لا تستطيع أن تقدم تأمين صحي لكل سوري لكن هناك مستوصفات وجمعيات خيرية مصرية فيها طباء استقبلوا حالات سورية قدموا لهم علاج هناك على سبيل المثال الجامعات المصرية الدفع في عام 2013 دخل السوريون إلى الجامعات المصرية بدون أن يدفعوا رسوم عملهم معاملة الطالب المصري وهذه لأول مرة تحصل في تاريخ وزارة التعليم العالي المصري أن السوري يعامل معاملة المصري في الجامعة وهذا يعني هذا هو يعني هذا الذي حدث فيما يخص اللاجئين السوريين ربما لبنان لم تتعامل بالطريقة نفسها لكن فيما تعاملت به مصر ولكن يعني بالحد الأدنى وجدنا هناك لهفة شعبية يعني لهفة شعبية وأيضا وجدنا أيضا حس تجاه هذا الإنسان ربما أكثر من ما نراه في بلدان أخرى يعني أنا عندما وصلت إلى النمسا تعاملت معي النمسا على أساس القانون الشرطة ثم إلى المقاطعة ثم يعني ضمن آلية قانونية بعيدا عن أي حسابات إنساني لا أقول إنساني بعيدا عن أي حسابات مصلحية بعيدا عن أي اعتبارات عقائدية بعيدا عن أي حسابات سياسية يعني حتى لم أقل لهم أنا موقف السياسي أقرب لموقفكم البراكماتي أو لما هنالك أو لم أقل لهم أنا اشتراكي هناك من يؤيدني في الأحزاب مطلقا تعاملوا معي في آلية قانونية اليوم يعني اتجاه أوكرانيا ربما هناك يعني لهفة نراها بوضوح من المنظمات الأوروبية التي تدعم اللاجئين ويعني بالمناسبة حتى اللاجئين السوريين هناك الكثير منهم يعني من وقعوا بأيدي هذه المنظمات أيضا دعمتهم وأيضا ساندتهم واحتضنتهم لكن الإعلام ربما شكرا الإعلام لكن ربما الإعلام الأوروبي الغربي لم يسلط الضوء على عمل هذه المنظمات فيما يخص باللاجئة الآن يسلط الضوء بشكل أكبر على الأوكرانيين يعني هذه هي ربما الفرق لكن أنا أقول اللافة تجاه الأوكرانيين أكبر نعم هذا أمر لا يمكن إنكاره نعم كان واضح جدا شكرا كان معنا الإعلامي ثائر الناشف وكان نحب نشكره كمان على تعليقه على هذه القضايتين وفاصل قصير ونعود مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر